اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المتجدد من قناة الجزائر الدولية والبداية بالعنوى الرئيس الجزائري يعلن عن انعقاد القمة العربية بالجزائر في الثلاث الاخير من العام الجري موعد سيرتبط بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر جبهة البوليساريو تجدد دعوتها لمجلس الامن من اجل التحرك لحماية الصحراوي بعد سلسلة انسحابات بعض الدول الاوروبية من قوات تاكوبا من مالي فرنسا تلمح لسحب قواتها ونشرها في احدى دول الساحل الافريقي وفي النشر بوتين يطالب بحسم مسألة انضمام كييف الى حلف النيتو كشرط لخفض التصعيد والغرب يراقب انسحاب القوات الروسية من الحدود الى التفاصيل اعلن اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن انعقاد القمة العربية في الجزائر خلال الثلاث الاخير من العام الجري على ان يفصل في تاريخها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب شهر مارس القادم واستبعد الرئيس تبون خلال مقابلة مع الصحافة الجزائرية اي خلافات بين القادة العرب حول القمة العربية التي سيرتبط تاريخ عقادها بيوم تاريخي بالنسبة للجزائر موجودنا الى التسجيع عن الاشقاء القادة العرب سواء الخليج سواء المصر الشقيقة سواء تونس بالطبع اليمن مفيش بالعكس كل ينتظره في القمة تاريخ الجزائر اللي انا عارفين بفضل سياسة تاريخ الجزائر سياسة تاريخ الجزائر هي من عادتها تبقى على مسافة واحدة ما بين الفرقاء تقيد ان كل موافقين لان الجولة اللي دالها السيلة المامرة باش في مارس يكون اجتماع رسمي الجميع العربية تعوزها الخارجية وتترسم نهائيا يترسم تاريخ تعني ايقاد القمة اللي يكون في اواخر سنة اخر سنة باخر ثلاثة سنة ولدى رده على سؤال حول العلاقات بين الجزائر والمغرب اكد الرئيس عبد المجيد تبون ان الامور مع المغرب تزداد تأزما لافتا الى ان النظام المغربي يستعمل جهازا كاملا من الدعاية والاخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الاسرائيلي لا رجي انا اشانجي كونترار زاد تأزمة الامور اليوم اقعى الجهاز انتعى الابروباقاندا انتعى الافاكين نيوز انتعى حما هذي اصبح لا شي اياه وزاد دعمتهم اسرائيل كتر وكتر شوف المواطن العارف كل ما يمس الوحدة الوطنية كل ما يحاول يضرب الجيش في الصميم كل ما يحاول يخلق مشكل بين الرئيس والجيش وفلان فلان كل من كلها يعني بروباقاند جهاز لمسخروا للجار للجزائر وزاد دعمه في اسرائيل وتبعوا لزاد ريس اي بي مثل ما يقولوا الباب اللي يجيب الريح سد وستريح قال رئيس والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر فرانسيسكو روكا الزائري للجزائر خلال لقاء جمعه بقيادة الهلال الاحمر الجزائري قال ان هناك تحديات كثيرة يستوجب والعمل عليها منوها بتردي الاوضاع الانسانية في منطقة الساحل الافريقي وفي هذا الصدد دعا فرانسيسكو روكا الى ضرورة تحسين اوضاع الفئات الهشة في هذه المنطقة من افريقيا نحن بحاجة الى قادة مهتمين بالمحافظة على العمل الانساني امامنا الكثير من التحديات خاصة وللأسف جيرانكم في بلدان الساحل الافريقي يعانون من عدة مشاكل نحن نطرح تساؤلات لماذا هناك حاجية في تلك المناطق يجب تحسين اوضاعهم والدفاع عنهم واقناع العالم بضرورة تحقيق العدالة هناك لا عدالة في عدة مناطق من بينها منطقة الساحل وحينما ارى ظاهرة الهجرة واناس يموتون اتخلى عن حيادية واقول ان اوروبا صماء كما كشف ضيف الجزائر عن استعداد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر عن فتح مكتب للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بالجزائر انطلاقا من قناعته بالمجهودات الانسانية المبدولة في هذا الاطار لدينا كل الاستعداد لمساعدتكم انطلاقا من قناعتنا بمجهوداتكم بدءا بفتح مكتب هنا بالجزائر هذا وكان رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر فرانسيسكو روكا قد حضي امسي باستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة عبد العزيز خلف ادانت جبهة البوليساريو استمرار سياسة الارض المحرقة التي انتهجها المغرب وما يقوم به من ترهيب للصحراويين وتجريدهم من ممتلكاتهم وجددت البوليساريو في رسالة بعث بها ممثلها في الامم المتحدة سيد محمد عمار الى الامين العام من الامم انتونيو جوتيراش واوجددت دعوتها لمجلس الامن الدولي للتحرك من اجل حماية الصحراوي في خبر اخر من المقرر ان يجتمع اليوم رئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون مع رؤساء الدول الشريكة لبلاده بالاليزي لبحث تواجد الفرنسي في منطقة الساحل وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسية جونيف لودريون ان الظروف لم تعد مواتية للاستمرار تواجد قوات بلاده في مالي في وقت اعلنت فيه اسطونيا سحب قوتها من المنطقة لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي ومن الواضح ان هذا ما يحدث سنواصل محاربة الارهاب في الجوار مع دول الساحل هي اخر تصريحة وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودريون التي تسبق بساعات فقط لقاء يجمع غدا الاربعاء ماكرون برؤساء ثلاث دول افريقية هي النيجر موريطانيا واتشاد وبمشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مسافكي ويبدو ان هذه التصريحة تمهد لقرار قد تتخذه فرنسا يقضي بسحب قواتها من مالي بعد الازمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات المالية الفرنسية خاصة بعد طلب باماكو اعادة النظري في الاتفاقية الدفاعية الثنائية هذه الازمة بين باريس وباماكو لم تقتصر على العلاقات الثنائية بينهما بل امتدت لتصل الى دول الاتحاد الاوروبي خاصة بعد فرض هذا التكتل عقوبات مباشرة على قيادات ومسؤولين في السلطة الانتقالية من عكس مباشرة على الذراع العسكرية الاوروبية في مالي التي استحدثتها باريس تحت مسمى القوة العسكرية الاوروبية الامنية المشتركة تاكوبا استونيا اعلنت الاثنين سحب قواتها من مالي الاعلان يأتي بعد اسابيع من بدء دانيمارك سحب قواتها كذلك بطلب مباشر من الحكومة الانتقالية ويبدو ان القرار النهائي بخصوص مستقبل تواجد القوات الفرنسية والاوروبية في مالي قد اتخذ خاصة بعد اعلان بعض الدول الاوروبية على وجود تنسيق لسحب مواردهم العسكرية من اراضي مالي فقط وهو ما تؤكده تصريحة وزير الخارجية الايطالي الذي شدد على ضرورة تقييم جدوى اعادة انتشار محتملة لقوات تاكوبا في النيجر او في بلدان اخرى في المنطقة في ضوء سياق اقليمي اوسع وفي ظل تنافس دولي متسارع تعرفه مؤخرا منطقة الساحل الافريقية اصدر اربعة وخمسون عضوا في مجلس الدولة اللي ببيانا رافضا لقرار البرلمان تكليف فتح بشاغة رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيبة وجاء في البيان ان ما صدر عن مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ العشر فبراير لا تعد ان تكون مقترحات تستوجب النقاش والتصويت عليها في جلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الاعلى للدولة كما اشار البيان الى ان التعديل الدستوري المقترح مخالف للمادة الثانية عشرة من الاتفاق السياسي والمادة السادسة والثلاثين من الاعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالاغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب داخل الجلسة شدد رئيس وروسي فلاديمير بوتين على ان بلاده تصر على ضرورة البت في اغلاق موضوع عضوية اوكرانيا في النيتو اليوم وليس في المستقبل جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الالماني اولاف شولز الذي اكد من جهته انه اتفق مع بوتين على حل النزاع مع اوكرانيا ضمن سيغة النورمادي لافتا الى ان توسع الناتو شرقا ليس مطروحا للنقاش في الوقت الراهي على ذات الطاولة التي وصفت بانها تجسد رمزية الهوة بين روسيا والغرب جلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الالماني اولف شولز غير ان المتغير هذه المرة هو الملامح الودية التي طابعت محيا الرجلين ما فهم من المحللين على انه قد يكون رسالة ايجابية في طريق حل الازمة الاوكرانية او على الاقل هدنة في عمر النزاع بوتين لم يتوانى في التعبير عن استعداد الكريملين مناقشة كل المساغل العالقة مع الغرب مشترطا اخذ المطالب الروسية الخاصة بالضمانات الامنية بعين الاعتبار بالاضافة لاجاد حل نهائي لموضوع انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسية اليوم قبل غد حسب وصفه نحن على استعداد لمواصلة العمل معا نحن مستعدون للسير في طريق المفاوضات ولكن يجب النظر في جميع القضايا كما ذكرت سابقا هنريد حربا ام لا بالطبع لا لهذا السبب قدمنا مقترحاتنا لعملية التفاوض في المقابل اكد شولز استعداد اوروبا والنيتو للتباحث مع روسيا حول الامن المشترك معتبرا ان الامن لن يتم بمعزل عن موسكو كما غشار الى ضرورة تجنب التصعيد العسكري والذهاب الى خيار الحل الدبلوماسي بالنسبة لنا نحن الارمان وجميع الاوروبيين من الواضح انه لا يمكن تحقيق الامن الدائم ضد روسيا ولكن فقط مع روسيا نتفق جميعا على ذلك في الناتو وفي الاتحاد الاوروبي لذا يجب ان يكون من الممكن ايجاد حل على الرغم من صعوبة وخطورة الوضع الحالي فانني ارفض وصفه بانه ميئس منها هذا وعلنت روسيا صابيحة الثلاثاء عن صحب جزء من قواتها من الحدود الاوكرانية والعودة الى نقاط تمركوزها الاولى كرد على من اسمتهم دعاة الحرب على اوكرانيا فيما اعتبر وزير الخارجية الاوكراني الامر نجاحا لكيف وحلفائها الغربيين في وقف التصعيد الروسي واستمرارية المساعي الدبلوماسية كما قال امين عامل ناطو يانس تولتنبرك ان الحلف يشعر ببعض التفاؤل فيما يتعلق بالاشارات الواردة من موسكو والتي تفيد بان الجهود الدبلوماسية حول اوكرانيا ستستمر تطورات وصفت بالاجابية لكنها تزامنت مع تعرض وزارة الدفاع الاوكرانية وعدد من البنوك الى هجمات سبرانية حسب مصادر اعلامية ومع ارتفاع منسوب التوتر على الحدود الاوكرانية يصبح خط الغاز الرابط بين روسيا والمانيا نورد سريم اثنان محور جدل وتحرك سياسي فبحلول نهاية العام الماضي اكتمل مشروع خط الغاز الروسي المعروف بنورد سريم اثنان بعد تأخر بنائه عدة مرات بسبب العقوبة الامريكية والخلافات الاوروبية تخوفا من استخدامه من قبل روسيا كورقة ضغط تهدد امن الطاقة الالمانية والاوروبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صوت مجلس الدوم الروسي لصالح مشروع قرار الاعتراف بجمهوريتين لوغاناسك ودوناتسك واستقلال كامل لاقليم دونباس في انتظار احالته على مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفصل فيه وبحسب ما اشر اليه رئيس مجلسي الدوم الروسي فان اعتراف النواب بجمهوريتين دوناتسك ولوغاناسك سيخلق اسسا لضمان الامن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية وكذا تعزيز السلم الدولي والاستقرار الاقليمي وفق اهداف ومبادئ بثاق الامم المتحدة شدد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عن تمسك بلاده بخطوطها الحمراء في محادثات فيينا بينما ابدا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزاب بوريل تفاؤلا بالتوصل الاتفاق النووي وشك لايران خطوط حمراء مبنية على المنطق والواقع رسائل ابلغها مسؤول الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان في محادثة هاتفية لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزاب بوريل متهما بعض الاطراف الغربية بعدم اظهار جدية كافية خلال المحادثات للتوصل الى اتفاق جيد ما قد يطيل امد المفاوضات نحن لا نتراجع باي حال من الاحوال عن خطوطنا الحمراء التي تعتمد على المنطق والواقعية رد مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي حمل في ثانياه جرعة امل في سير المفاوضات بما يخدم الطرفين لاجد اتفاق يقول انه بات وشيكا في حال تحل الجميع بقدر من المرونة بصفة منسقا لخطة العمل الشاملة المشتركة اعتقد بقوة ان هناك اتفاقا وشيكا لقد حان الوقت لبذل الجهد النهائي والتوصل الى حل وصد وعلى الخط دخل رئيس وزراء الكيان بزيارته للبحرين بقوله ان ابرام اتفاقية مع ايران يشكل خطأ استراتيجيا لان هذا الاتفاق سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئة المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الارهابية تصريح قد يحدث لغطا ويعيد خلط الاوراق اكثر مما هي عليه الان اكد محمود خليفة المستشار والعسكري للامين العام لجامعة الدول العربية ان عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة باتت قريبة وقال خليفة ان هناك افكارا تم طرحها من اجل ذلك كما اوضح عدم الغاء مقعد السوريا في الجامعة وان مقعدها مجمد حتى توفر ظروف في سوريا وفي الاطار العربي وكان موضوع عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة اعلن البرلمان الاتيوبي رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ شهر نوفمبر من العام الماضي في اعقاب تهديدات جبهة تحرير تيجراي بالزحف نحو العاصمة اديسة بابا وقام نواب البرلمان بالتصويت على مقترح لحكومة رئيس الوزراء ابي احمد من اجل تخفيف حالة الطوارئ التي اعلنت في الاساس لمدة ستة اشهر امام سيطرة مقاتلين من جبهة تحرير تيجراي على بلدتين استراتيجيتين تبعدان حوالي 400 كم عن العاصمة اديسة بابا اتخذت ست دول عربية مبدأ تخفيف الاجراءات الصحية لمجابهة فيروس كورونا ولكن بشروط صارمة ابرزها تقيد مواطنيها باذهار شهادة التلقيح وضرورة الابقاء على مسافة الامان اللجوء لتخفيف الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا قرار اتخذته ست دول عربية مقابل فرض مجموعة من الشروط مثل فرض التلقيح والابقاء على مسافة الامان تونس كانت السباقة الى اجراءات التخفيف فقد اعلنت حكومتها مؤخرا رفع حضرة جوال اليها من الملقحين البالغين 18 عاما فما فوق من اجراء التحاليل المخبارية بدءا من الثلاثاء لكن بشرط تقديم جهادة التلقيح او حيازتهم على جواز التلقيح اما الكويت فسمحت لغير الملقحين في بلادها بالسفر مع عودة وسائل النقل العام الى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية وعودة نظام الدراسة في كافة المؤسسات الحكومية اعتبارا من يوم الثالث عشر مارس المقبل كذلك البحرين انتقلت في سياستها المعتمدة لمجابهة فيروس كورونا الى مرحلة المستوى الاخضر والتي تعني فتح النشاطات والقطاعات الاقتصادية للجميع مطعمين وغير مطعمين ايضا الامارات العربية المتحدة اعتمدت على اجراء رفع مستوى الطاقة الاستيعابية القصوى وسماح باقامة المناسبات الاجتماعية والدينية مقابل تقليل مسافة الامن لكن مع تقييم الشهري للاجراءات المتخذة بالابقاء او الالغاء عليها وفي قطر اصدرت الحكومة اكثر من ثلاثين قرارا توجيهيا بشأن خطة الرفع التدريجي لقيود كورونا ابرزها عودة الدوام المدرسي الى توقيته المعتاد في جميع المراحل التعليمية بداية من العشرين في بريل جاري مع التحاق جميع الموظفين باماكن عملهم اشترت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود طلب من المشترين في اوروبا لمواصلة بلاده امدادات الغاز الطبيعي من روسيا نحو اوروبا عبر اوكرانيا الى الفين واربعة وعشرين بوتين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الالماني اولاف شولز شدد على ضرورة توفير الضمانات الكافية لتحقيق الجدوى الاقتصادية والربحية للاستثمارات الغازية الروسية في حال ابدت اوروبا رغبة في مواصلة عبور الامدادات الغازية الروسية للاراضي الاوكرانية مستعدون لمواصلة امدادات الغاز عبر اوكرانيا حتى بعد عام الفين واربعة وعشرين عندما ينتهي العقد الحالي لترانزيت الغاز عبر هذا البلد واذا كان هناك طلب على الغاز الروسي من قبل شركاء الاوروبيين كما ان منظومة الغاز في اوكرانيا ستكون في حالة فنية جيدة من جهته دعا رئيس والوزراء البريطاني بوريس جونسون الى التخلي عن مشروع خط انابيب الغاز نورد سريم 2 واستبعاده نهائيا من مصادر الطاقة لاوروبا جونسون وفي تصريحات نقلتها وسائل اعلام بريطانية دعا الغرب الى تشكيل جبهة موحدة في الازمة الحالية خصوصا الاوروبيين لتقليل اعتمادهم على الغاز الروسي بتخليهم عن خط انابيب الغاز نورد سريم 2 الرابط بين روسيا والمانيا عبر بحر بلطق على العالم ان يعتبر من عام 2014 اذا كنتم تتذكرون فقد استولت روسيا على شرق اوكرانيا واستولت على شبه جزيرة القرم لكننا لم نفعل ما يكفي لفصل انفسنا والابتعاد عن الاعتماد على المحروقات الروسية ما على الدول الاوروبية سوى استبعاد نورد سريم من مصادر توريد الغاز نحو اوروبا وازالة هذا التسريب تحت الجلد للمحروقات الروسية الذي يبقي العديد من الاقتصادات الاوروبية على قيد الحياة علينا بالبحث عن مصادر اخرى للطاقة ويجب ان نكون مستعدين لفرض عواقب اقتصادية خطيرة للغاية على روسيا تراجعت اسعار النفط بنحو 3% كما تراجع التدولات والذهب على وقع انباء خفض التصعيد على الحدود الروسية الاوكرانية مؤشرات ايجابية فتحت شهية المستثمرين من جديد على المخاطرة في الاصول ذات المخاطر العالية على غيرال الاصول الرقمية والعملة الاوروبية الموحدة على وقع خفض حدة التصعيد العسكري على الحدود الاوكرانية الروسية تتفاعل الاسواق العالمية مع مؤشرات متفائلة بانفراج محتمل بين موسكو والغرب فبمجرد اعلان عودة القوة الروسية المرابطة منذ اسابيع في المناطق القريبة من اوكرانيا الى قواعدها تراجعت اسعار الذهب بشكل مفاجئ لتتخلى عن كافة مكاسبها الصباحية منخفضة باكثر من 11 دولارا للأوقيع على ذلك النحو كانت الارتدادة على تدولات اسعار النفط التي هوت باكثر من 3% مسجلة اسوأ اداء يومي لها منذ نحو 7 اسابيع ليتم تدول خام براند دون 93 دولارا للبرمين في توجه يعكس هروب المستثمرين من الملاذات الامنة والعودة لمسار المخاطرة تزامنا مع مرحلة جيني الارباح ظروف جعلت من الاصول ذات المخاطر اكبر الرابحين على وقع الانباء الايجابية القادمة من الحدود الاوكرانية الروسية ما دعم المنح التصعود للعملة الرقمية على رأسها البيتكوين اشهر الاصول الرقمية مثلما تعاف اليورو معوضا كل خسائره التي تكبدها الاثنين مرتفعا باربعة عشر مئوية لتعود معها جل مؤشرة البورسات الاوروبية الى الخانة الخضراء بعد جلسة نزيف حدى الاثنين الماضي وبعيدا عن العوامل الجيوسياسية يواصل مسؤول مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي مباحثة متقدمة للبدء في رفع اسعار الفائدة في الاجتماع القادم مارس المقبل غيران العملة الامريكية فشلت في الحصول على دعم جديد من توجهات المركزي الامريكي حيث ترجع مؤشر الدولار بثلاثة اعشار مئوية مقابل سلة عملة منافسة الى اخبار الرياضة الان اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن تفاصيل الدور الفاصل المؤهلي لمنافسة كأسي العالم بقطر وقالت الفيفا في بيان رسمي ان مواجهة الذهاب بين الكاميرون والجزائر ستلعب يوم السادس والعشرين مارس المقبل كما سيجرى لقاء العودة يوم التاسع والعشرين من ذات الشهر بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة غرب الجزائر العاصمة ولما يفصل الاتحاد الدولي بعد في اسم الملعب الذي سيحتضن لقاء الذهاب الكاميرون بعد أن طلب الأخير من الفيفا أن تقام المواجهة بملعب جابوما بدوالة نهاية والنشاش شكرا على المتابعة إلى اللقاء